اقترب بالفعل الحدث الثقافي الأهم في المنطقة اللي بيجمع كل ألوان الطيف العربي والمصري من خلال حبهم للكتاب رسميا بدأت الاستعدادات الخاصة لمعرض القاهرة الدولي الكتاب في دولته الخامسة والخمسين دورة دي هتبدأ يوم 24 يناير وحتستمر العدد كبير من الأيام من أيام عقد اتحاد النشرين قرأت توزيع دور النشر بالمعرض وتم تخصيص جناح لدور النشر الجديدة التي لم تتخطى إصدارتها الخمسين إصدار خلينا نعرف تفاصيل أكتر من رئيس اتحاد النشرين المصريين أستاذ سعيد عبدو صباح الخير على حضرتك أستاذ سعيد صباح الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام صباح الخير على حضرتك لما نتكلم عن جديد معرض القاهرة الدولي للكتاب مع النشرين والاستعدادات اللي قام بيها اتحاد النشرين والاتفاقات اللي حصلت بين المعرض والنشرين والحقيقة كل سنة من الدواية السرور لأنه كل سنة بيزداد الإخبال على المعرض بيزداد الإخبال على المعرض مش من المصريين فقط ولكن من كل دول العالم عرب واحدانا وده شيء يساعدنا وأنه بيؤكد ريادة معرض القاهرة الدولي للكتابة السنة دي الحقيقة يعني كان قدامنا زخم كبير جدا المساحة طبعا واحدة ومكان الصلاة ولكن فيه ناشرين جدد فيه ناشرين لم تسمح ظروفهم العام الماضي بالمشاركة لأسباب كثيرة وكان من المهم إتاحة الفرصة لكل الطلبات بخدر المكان وعلى هذا الأساس يمكن كنا حطينا قاعدة أنه خمسين إصدار كحد قادنا لأنه يأخذ المساحة الأولى لها تدعماتهم عمبيل عدد كبير جدا من الناشرين الجدد يمكن عملنا لهم دورات برضو الأول مرة في التحدي الناشرين المصريين إزاي من يعرف اشتغالوا إزاي قواعد المهنة فكان يعني يهموا أول الاشتراكة خدنا 45 متر المخصصين للناشرين الجدد وعملنا لهم استقبال في الاتحاد وإزاي قرعة الحياة استقبلنا كل العدد اللي قادم متقدم وما فيش واحد منهم خرج الحياة برر قرعة ويعني أصبحت مش قرعة بقى أصبحت تسكين بالنسبة للناس كلها وبعدين يعني من حوالي ثلاثة أيام بدأنا القرعة العامة للناشرين بقى الناشرين المصريين والعرب والأجادة في الخمس صلاة المخصصة كالمتبعة كل سنة ممكن استفادنا السنة دي بشيء جديد عشان يساعدنا في المعرض أنه الممرات الرئيسية كان عرض الممر خمسة متر سبب كورونا فرجعنا المساحة للأصل هو ثلاثة متر ودي بدتنا إضافة كبيرة جدا لعدد الناشرين تم استعاب عدد كبير جدا من الناشرين تقريبا يمكن أكتر من خمسة وتعين في المائة من الناشرين المصريين والناشرين العرب يعني برضو فيه أقبال زيادة قوي يعني والأجانب يعني عندنا خمسة وخمسين دولة تقريبا والف وخمسين ناشف في الخمس صلاة على تبعين ألف متر مربع فالحقيقة يعني السنة دي يمكن لو كنا أضافنا صالة جديدة باستعاب الناس اللي حتى تتملي بالكامل ولكن الحمد لله مرت الأورعى بتسكين الناس دي يمكن يوم الخمس إن شاء الله عندنا تسكين صالة أربعة دي الصالة الوحيدة اللي لم يتم تسكينها اللي دي الوقت يعني طيب الأجانب الأجانب من أبرز الدول الأجنبية المشاركة أبرز الدول العربية المشاركة لأنك فيها في عدد كبير جدا من الدول يعني عندنا نرويج عندنا فرنسا عندنا جبيرة عندنا ألمانيا عندنا سربيا عندنا في طلب من إزوكستان أعتقد إن شاء الله يكون موجود في عدد يعني الحياة كبير ومتنوع من الدول العالم العربية معظم دول العربية موجودة يعني عندنا المغرب الجزائر تونس يعني بالنسبة لشمال أفراجيات ليبيا سوريا العراق اليمن السعودية دول الخريج بالكامل ما فيش ناشر في الوطن العربي إلا لما بيحرص على توابضه في المعرض القاهرة لأنه يعني يمكن عدد الزوار اللي بيقوموا معرض القاهرة الدولي لا يتغفر لأي معرض في المنطقة سوى يمكن معرض فنك فرش كاتساع معرض يعني لكن العدد الزوار هو معرض القاهرة ولا أبداً وده الحياة بيقري عدد كبير منه لأنه يعرض ويشوف إيه إنتاجه ويتواصل مع الرواد المعرض من القراء ويتواصل مع المؤلفين الجدد ويشوف حصاد عمله اللي بيعرضه في السنة لأنه المعرض أنت عارف حدث وده عرص السنة بيشتغل عليه الناشر باقي العام على ما يعرضه طيب الناشرين الجدد هل فيه مثلا انتفاقات بين الناشرين الجدد أنهم أكتر من دار نشر تتحد وتاخد بوث واحد ليهم مشاركة لو هم مش عندهم العدد بتاع الكتب اللي اتقل عن الأول يمكن كان الأول النشر يبقى نشر خمسين كتاب دلوقتي ممكن احنا عارفين أنه ينفع أنه ينشر ولكن العدد نشرهم قليل يقدروا أكتر من دار نشر حديثة تاخد نفس المكان ويبقوا موجودين في نفس الجناح نشره أكتر وإزاي شارك بشكل طيب احنا عمل لهم جروب ونشرهم نحن نتلقى من كل مقترحات بتاعتكم وأي أن كان اللي يساعده على أن يعرض بشكل جيد هنوفره المكان عاوز نوفره الإدارة أن احنا نتولى بها وهو يساعد في التزويد والكلام ده كله كل سبل الحياة إن شاء الله ستكون ميسرة الآن أنا يهمني يعني حتى في ظل كل الأزمات دي يعني البطل هو النشر في مصر يعني فيه إقبال كبير جدا على صناعة النشر وإذا ينبع أنها صناعة واعدة يعني أنها الحمد لله يعني لم تؤثر كل الأحداث على صناعة النشر في مصر يمكن أصرصوا بقى ارتفاع السعر قلة أو عدد النسق المطبوعة ولكن التنوع موجود والإقبال وزيادة عدد النشرين ده شيء جيد من الشباب يعني نشكرك يا أستاذ سعيد أستاذ سعيد عبدو رئيس العدد النشرين المصريين شكرا جزيلا لحرق شكرا جزيلا لحرق